السلام عليكم ورحمة الله مرحبا يا أصدقاء كيف تجعل الفتاة تحبك بجنون عن طريق الرسائل النصية؟ هذا هو العنوان الذي جذبك إلي في هذا الفيديو ونعم نحن في عصر التكنولوجيا حيث يمكن لرسالة بسيطة أن تكون لها القدرة على فتح أبواب الحب والرومانسية من منا لا يحب تلك اللحظة عندما يضيء هاتفه برانين رسالة جديدة من شخص مميز؟ دعوني في هذا الفيديو أكتشف معكم فنون الرسائل النصية وكيفية استخدامها لجعل قلب الفتاة ينبض لك وحدك اضغط لايك وتعال الخطوة الأولى اهتم بالتوقيت قبل أن أتعمق معك في كيفية كتابة الرسالة المثالية لجعل الفتاة تحبك دعني أتحدث عن شيء ربما يكون أكثر أهمية التوقيت لا أحد يحب أن يتلقى رسائل نصية في الساعة الثالثة صباحا عندما يكون غارقا في نوم عميق إلا إذا كنت في حلمها طبعا اختيار الوقت المناسب يا صديقي من أجل إرسال الرسالة هو فن بحب ذاته حاول أن ترسل رسائلك النصية في الأوقات التي تعرف أنها ستكون متاحة ومسترخية كون فاضيط لك مثل بعد العمل أو في وقت الغداء إذا كنت تعرف أنها قد تكون مشغولة أرسل رسالة خفيفة مثل أتمنى لك يوما رائعا دون أن تتوقع ردا فوريا هذا سيظهر أنك تفكر فيها دون أن تكون مزعجا لها الخطوة الثانية كن مبدعا في التحية البدء بتحية مميزة يمكن أن يميز رسالتك عن عشرات الرسائل الأخرى التي قد تتلقاها هذه الفتاة دعنا نتجنب التقليدية مثل مرحبا وكيف حالك ونتجه نحو شيء أكثر إبداعا كيف سيكون شعور هذه الفتاة إذا بدأت رسالتك بعبارة مثل صباح الخير يا ملكة يومي أو مساء الخير أيتها النجمة اللامعة في سماء التحية المبدعة تجعلها تبتسم وتتطلع إلى قراءة باقي الرسالة جرب أن تبدأ رسالتك أيضا بمزحة صغيرة أو تعليق ضريف حول شيء تعرف أنها تحبه هذا يطفي طابعا شخصيا على رسالتك ويجعلها تشعر بالاهتمام إلى الخطوة الثالثة طيب الخطوة الثالثة استخدم الرموز التعبيرية بذكاء الرموز التعبيرية معناها الإموجي أو السمايلز الابتسامات في الرسائل النصية وكلنا نستعملها لكن الآن عليك أن تستعملها بطريقة أذكى من قبل هذه الرموز التعبيرية يا حبيبي يمكن أن تكون سلاحا سريا في جعبتك إنها تضيف لونا وروحا لرسائلك وتجعلها أكثر تعبيرا وحيوية لكن اهذر استخدام الرموز التعبيرية بشكل زائد قد يجعل الرسالة تبدو طفولية أو غير جدية استخدمها لتوضيح مشاعرك أو لإضافة لمسة من الفكاهة على سبيل المثال إذا كنت تتحدث عن شيء مضحك أضف وجها ضاحكا وإذا كنت تريد أن تكون أكثر رومانسية يمكن أن ترسل لها قلبا صغيرا في نهاية الرسالة حاول استخدام الرموز التعبيرية لتعزيز الكلمات وليس لاستبدالها دع النص يحمل المعنى الأساسي والرموز تكون تزيينا إضافيا وإلا فرسائلك سيكون لها مفعول عكسي الخطوة الرابعة كن غامضا ولكن مثيرا الغموض يمكن أن يكون جاذبا جدا في الرسائل النصية الفتيات يعشقنا قليلا من التشويق والغموض لا تكشف عن كل شيء في رسالة واحدة دعها تتساءل وتتطلع لمعرفة المزيد على سبيل المثال إذا كنت تخطط لمفاجأة ما لا تخبرها بكل التفاصيل في البداية بدلا من ذلك أرسل رسالة مثل لدي شيء خاص لك في نهاية الأسبوع أنت مستعدة؟ علامة سؤال؟ ووجه يغمز هذا يجعلها تشعر بالإثارة ويتركها تتساءل عما تخطط مع هذا كله عليك أن تنتبه لا تبالغ في الغموض اجعل الأمور مثيرة ولكن مفهومة الغموض الزائد قد يؤدي إلى ارتباكها أو شعورها بالتوتر منك الخطوة رقم خمسة كن شخصيا واستذكر اللحظات المشتركة واحدة من الطرق الأكثر فعالية لجعل الفتاة تهتم بك هي إظهار أنك تهتم بالتفاصيل الصغيرة استذكر تلك اللحظات التي قضيتماها معا أو تحدثتما عنها من قبل إذا كانت قد أخبرتك عن يوم صعب في العمل ابدأ رسالتك بالقول أتمنى أن يكون يومك أفضل من يوم أمس هذا يظهر لها أنك تستمع إليها وتهتم بمشاعرها إن الإشارة إلى الأشياء التي تعرف أنها تحبها أو تستمتع بها في رسائلك يمكن أيضا أن يجعلها تشعر بأنك تفهمها حقا نأتي إلى الخطوة السادسة استخدم الأسئلة لفتح الحوار الأسئلة هي وسيلة رائعة لبدء حوار والحفاظ على المحادثة مستمرة لكن بدلا من الأسئلة العامة مثل كيف كان يومك؟ حاول أن تكون أكثر تحديدا وابتكارا اسألها عن شيء تعرف أنها تستمتع أو تهتم به ما رأيك في الفيلم الذي شاهدناه الأسبوع الماضي؟ أو ما هي أغنيتك المفضلة في الوقت الحالي؟ الأسئلة الجيدة يا صديقي تساعد في بناء حوار ممتع ومشوق وتظهر لها أنك تهتم بآرائها وأفكارها عليك أن تتجنب الأسئلة التي يمكن الإجابة عنها بنعم أو لا هذه نقطة مهمة انتبه لها الأسئلة المفتوحة فقط هي التي تعطي فرصة أكبر للحوار والتفاعل الخطوة السابعة لا تكن متاحا دائما أحيانا يا صديق الإبتعاد قليلا يمكن أن يكون له تأثير كبير إذا كنت متاحا على الدوام وترسل الرسائل بشكل مستمر قد يبدو الأمر وكأنك لا تفعل شيئا آخر سوى انتظار ردودها أعطها الفرصة لتفتقدك ولتتساءل عما تفعل هذا لا يعني أن تتجاهلها أو تلعب معها ألعابا خبيثة لكن حاول أن تكون مشغولا بعض الشيء دعاها ترى أنك تمتلك حياة حياة ناشطة وحياة ممتعة وأن وقتك ثمين الخطوة الثامنة كن صادقا ومباشرا عندما يستدعي الأمر في بعض الأحيان لا يوجد شيء أفضل من الصدق إذا كانت لديك مشاعر اتجاهها لا تخف من التعبير عنها بطريقة محترمة ومباشرة الرسائل النصية يمكن أن تكون وسيلة رائعة لإيصال هذه المشاعر دون الضغط الناتج عن المواجهة الشخصية قل لها كيف تشعر؟ ما الذي يعجبك فيها؟ استخدم لغة صادقة وبسيطة أريدك أن تعرفي أنني أحب قضاء الوقت معك إنك تجعلين يومي أفضل ببساطة تجنب الرسائل المبالغ فيها تجنب أيضا الرسائل المخلة بالآداب لا تكون قليلة تهديب وأيضا لا ترسل الرسائل المحملة بمشاعر كبيرة جدا خصوصا في المراحل المبكرة اهدأ كن طبيعيا وصادقا ومتزنا سيطر الخطوة التاسعة احترم مساحتها الشخصية من السهل الانجراف عندما تكون معجبا بشخص ما تنجرف الرسائل وتبدأ في الكلام والمحادثة من المهم يا صديقي أن تحترم مساحة هذه الفتاة الشخصية وأن تلتزم حدودك لا ترسل رسائل كثيرة جدا دفعة واحدة ولا تتوقع منها ردا فوريا دائما امنح الوقت لترد بمفردها وفي وقتها المناسب هذا لا يظهر فقط أنك محترم وناضج بل يمنحها أيضا فرصة لتفكر فيك وتتطلع إلى رسائلك طيب إذا لم ترد على رسالتك فورا ماذا تفعل لا ترسل رسائل إضافية أبدا انتظر أن ترد أولا ولا تستفسر عن السبب لماذا لم ترد علي لماذا لا تردين لماذا تأخرت في الرد أين أنت أراكي أونلاين فلماذا لا تجيبين علي لا 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 هذا يمكن أن يكون ضاغطا وغير مرغوب فيه على الإطلاق وتركها على راحتها الخطوة العاشرة هذه آخر خطوة في هذا الفيديو استخدم الحكاية والقصص كلنا نحب القصص هي وسيلة رائعة لجذب الاهتمام وهذه الفتاة ليست بعيدة عنها هي مثلنا أيضا لذلك شاركها بحكايات طريفة أو مثيرة من يومك أو مما حصل وشاهدته أو مما يحصل مع أقربائك هذا ليس فقط يجعل محادثاتك ممتعة بل يضيف أيضا طابعا شخصيا ودافئا اجعل قصصك قصيرة ومباشرة مش مجلدات ولا تبالغ في التفاصيل الهدف هو الحفاظ على اهتمامها وليس إغراقها بالمعلومات وإصابتها بالملل الخطوة الحادية عشر كن مرنا ومتفاهما أحيانا قد تكون الفتاة التي تراسلها مشغولة أو تمر بيوم سيء متضايقة منزعجة كن مريدا وافهم حالتها إذا لم تكن هي قادرة على التحدث أو الرد أو تبدو غير مهتمة في لحظة معينة أظهر لها أنك تفهم وتقدر ذلك قل لها شيئا مثل أفهم أنك مشغولة الآن نتحدث لاحقا عندما تكونين مستعدة مع إيموجي الوجه المبتسم الخجول هذا يظهر لها أنك إنسان محترم تقدر مشاعرها ووقتها الخطوة الثانية عشر استخدم الصور والفيديوهات بحكمة الصور والفيديوهات يا صديقي التي نرسلها لبعضنا عن طريق الواتساب أو السوشيل ميديا يمكن أن تضيف بعدا آخر لمحادثاتك النصية أرسل لها صورا لطيفة أو طريفة تعبر عن حالتك المزاجية أو تذكرها بك الفيديوهات القصيرة يمكن أن تكون ممتعة أيضا سواء كانت فيديو لك تشاركها لحظة مرحة أو فيديو يعبر عن مشاعرك تأكد من أن الصور والفيديوهات مناسبة ولا تكون مزعجة أو مملة يجعلها تتعلق بشيء تعرف أنها ستحبه أو تقدره الخطوة الثالثة عشر تعلم متى تصمت في بعض الأحيان عدم إرسال رسالة يمكن أن يكون بنفس أهمية إرسال رسالة عندما يكون لديك محادثة جيدة لا تخف من أن تتركها تنتهي بشكل طبيعي بدلا من محاولة إبقائها مستمرة بالقوة الصمت المدروس يمكن أن يمنح الفتاة فرصة للتفكير في محادثتكما وتقديرها وربما تتطلع إلى محادثة قادمة إذن هكذا يا أصدقاء يمكنكم جعل الفتاة تحبكم بجنون عن طريق الرسائل النصية تذكروا أن السر يكمن في التوازن بين الاهتمام والإبداع والاحترام لا تجعل رسائلك مجرد كلمات على الشاشة بل اجعلها تجربة مثيرة وممتعة ومليئة بالحياة استخدم هذه النصائح بحكمة وقد تجد نفسك قريبا محطة اهتمامها ورغبتها في قراءة المزيد منك الحب يأتي من القلب ولكن القليل من البراعة في الرسائل النصية يمكن أن يفتح الأبواب لقلوب الآخرين استمتعوا بالرحلة ولا تنسوا أن تكونوا أنفسكم وبالتوفيق ترجمة نانسي قنقر